الله يصبر هذه الأم يعني هي تشعر نفسها بأنها هي المزنبة وأنها التي قصرت في حق ابنتها الطفلة التي عبرت الطريق وماتت وتحمل نفسها المسؤولية كاملة وتقول لولا أنني ذهبت ولولا أنني تركت ولولا أنني لم أنتبه ثم تقول لزوجها أو لناس أنا مش هارضة إلا أن ربنا يظهر لي الحقيقة أنا لا أدري كيف هذا ولكن هذا حالها أصلا أن يرزقها الصبر نعم شخص كريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن فقد الولد مصيبة من أكبر المصائب إذا كان الجزاء على هذه المصيبة أن الله سبحانه وتعالى في الحديث يسأل الملائكة هل قضطتم ولد عبدي فيقولون نعم يقول ماذا فعل فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله سبحانه وتعالى ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا الحمد فهي مصيبة فقد الولد مصيبة لكن هي الأخت ننصحها بالصبر هي تقول أنها تريد أن يبين الله لها سبحانه وتعالى ما يبرئها نقول لا تعتمد على هذا فإن الله سبحانه وتعالى أتم الشرع وبينهم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فالشرع لم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد بيّنها وبين حكمها على العموم أو على الإجمال وعلى الخصوص فأنت الواضح من وصف الأخ أنت ما أهملت كونك مشيت في طريق قلت كان ينبغي أن لا أمشي فيه فأنت عندما مشيت في هذا الطريق كان يقلب على ظنك أنك ستعبرينه ولا شك أنك مشيت فيه عدة مرة فما حدث بقدر الله سبحانه وتعالى هذا عمر البن آه آه إن كل شيء خلقناه بقدر فاحتسبي واسترجعي واعلمي أنك لن تأتي بابا من أبواب الجنة جعلك الله من أهل الجنة اللهم أعلم إلا وتأخذ ابنتك بيدك يا رب إلى أبواب الجنة فاصبري واحتسبي ولا تعلقي يعني إيه أحزانك على أن يظهر الله سبحانه وتعالى لك شيئا الله سبحانه وتعالى أتم شرعه فأنت ما أخطأتي وما حدث بقدر الله سبحانه وتعالى وما أهملتي فنقول صبري نفسك ولا تجليدي نفسك فأنا أرى أن ذلك بابا من أبواب باب من أبواب الشيطان أن يحزنك لأن الشيطان يعني همه أن يحزن الناس وأن يحزن الناس فالشيطان سيحزنك ويستمر معك يا كذا ها تظلين يا كذا سنوات تقولين أنتظر حتى أرى شيئا من الله يبين لي نقول لا تعتمد على هذا وهذا ليس من الشرع في شيء ما تعتمدين عليه ليس من الشرع في شيء هذا مدخل مداخل الشيطان يحزن لأن الشيطان يحزن المؤمنين نعم الله أن يرحم ابنتهم وأن يرحمنا جميعا وأن يرزقها الصبر والسلم أمين يا رب العالمين